السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد بذر فيديو سوف نقوم بمراجعة كاملة للهوت 11 اس من شركة انفينيكس هذا الجهاز لدى الشركة باية الفائل الاقتصادية سوف ألخص لكم بهذا الفيديو تشربتي الكاملة مع الجهاز وارتدامت لأكثر من أسبوع من الاستخدام سوف أشارك معكم كل الأشياء التي عجبتني ولم تعجبني أثناء فترة استخدامي للهوت 11 اس أي أننا سوف نرى كل المميزات وكذلك كل العيوب فإذا كنت تفكر في شراء الهوت 11 اس مهم جدا أن تكمل الفيديو إلى آخره وطبعا إذا كانت هذه أو مشاهدتك في القناة فتنسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية الجرس لأننا اقتربنا من الخمسون ألف مشارك وتنسى ندعم الفيديو بزرع اللايك ليصر إلى كبار داد من الناس ونبدأ مع أول نقطة كالعادة وهي التصميم وكذلك جودة التصميم تصميم الجهاز المنالمي يختلف بشكل كبير عن الإصدار السابق يختلف بشكل بسيط في الشكل الخاص به الكاميرا وكذلك البصمة ما زالت موجودة لديك بضع الجهاز وتشتغل بشكل ممتاز وبدون أي مشاكل أما بالنسبة لأتصميم فهنا لديك إطار من البلاستيك وكذلك دار من البلاستيك ووزن الجهاز هو 205 جرام ووزن تقيل نوعا ما والجهاز أيضا يدعم تركيب شريعتين وكذلك ذاكرة خارجية بنفس الوقت يعني كأننا سوف تستخدم الشريعتين لن تضلئ استغناء على الذاكرة الخارجية وذي صارتنا أمر ممتاز بهذا الجهاز أيضا الألاتف هنا يحمل لديك فلاش أمامي ويمكنك أيضا استخدامه مثل لامبة خاصة بها الإشعارات وهذا أمر أيضا ممتاز لكن ألعب الموجود بأتصميم أن الجهاز ليحمل لأسف المايك الثاني لعزل الضوضاء مثلا إذا كنت تجري مكالمة مع أي شخص الشخص الثاني أو الطرف الثاني ممكن أن يسمع أي ضجاج موجود لديك بها الخلفية مثلا إذا كان شخص يعني بجانبك يتكلم فممكن أن يسمع الصوت في الأسف هذه نقطة سلبية موجودة لديك بها الجهاز إنتهينا الآن من أتصميم نظب مباشرة مع الشاشة هنا الجهاز يحمل شاشة بحجم 6.7 إنش بضيقة الفل اتشي بلس وطبعا الشاشة هنا تأتي من نوع IPS SD لكن هنا شركة الفينيكس عوضت لك هذا الأمر بشاشة 90 هرد وهذا سوف يمنحك سلسة جدا ممتازة أثناء التنقل بين التطبيقات أو استخدام الجهاز عموما وكذلك تجربت المشاهدة سرعة هنا جدا مميزة والسطوع الخاص بالشاشة يصل إلى غاية 500 نت والسطوع مقبول بالنسبة لفات سير الجهاز أيضا ننتج سمع المشاهدة إلا مع سماعات مميزة هنا شركة الفينيكس أخيرا وضعت لك سماعات ستيريو السماعة السفلية تشتغل مع سماعات المكالمات وفعلا الصوت هنا محترم جدا بالنسبة لفات سيرية فعموما الشاشة هنا تجد مع أي مشاكل لمن ناحية الألوان وحتى زوايا الرؤية ننتقل الآن إلى الأداء والبروستر هنا الجهاز يأتي مع معالج من شركة ميداتيك وبالتحديد مع الهيليو جي 88 مهاجز صراحة مميز جدا بالنسبة لأسار وضيقة صناعة 12 نانومتر وتردد حتى 2 جيجا هيردز هذا الجهاز سوف يعطيك أداء محترم جدا مع الشاشة التسعين هيردز سوف نفع تنقل بناء التطبيقات فيسبوك انستغرام يوتيوب كل هذه الأشياء سوف يعطيك أداء جدا مميز بالنسبة لأسار وتفوق حتى على واتف موجودة بنفس فياتي السعرية مثلا الردمي 10 واذا لم ترى المقارنة بين الجهازين فسوف تجدوها بالقناة وذلك كله بسبب الواجهة الخاصة بشركة افنكس والتي تتطورت بشكل كبير لذلك هنا وجهات الـ XOS الإصدار السابع ثلاثا أخذت منها أداء جدا محترم وننسى أيضا الأداء بالألعاب فهنا الجهاز مثلا بالألعاب مثل لعبة بوب جي سوف يعطيك أداء ذات سلسة وكذلك فائقة أي سوف يعطيك على أقل أداء ذات فالغرافيك 40 إطار فئة ثانية بدون أي مشاكل ويمكنك أيضا تعليقتيها إلى غاية الـ HD وكذلك هاي فالغرافيك أي سوف تكون لديك تقريبا 30 إطار وصالة من خلال تجربتي للجهاز أعطاني أداء جدا ممتاز وقمت في فيديو كامل لتجربة بوب جي سوف تجدوه أيضا بالقناة فعموما أداء الجهاز كانت جدا محترم وكذلك أفضل من العديد من الأجهزة الموجودة بنفس السابع فتكون تريد جهاز للألعاب بسعر منخفض قليلا فصالة أنصعك بالهوت 11 اس سرعة أخذت من تجربة جدا مميزة وإضا الحرارة كانت عادية جدا ولم أجد معها أي مشاكل لكن هنا لديك عيب أن الجيروسكوب للأسف بالجهاز صار حسنا بطيء وهذا قلته في الفيديو الخاص بالجربة لعبة بوب جي فإذا كنت من الناس التي تعتمد على الجيروسكوب فلأسف هنا سوف تجد بطء فعل استجابة الخاصة بالجيروسكوب أما بالنسبة للمساحة واتخزين فالجهاز هنا يأتي بنسختين لديك 4 جيجا بيطر مع مساحة داخلية إما 64 أو 128 لكن بغلب الدول العربية سوف تنزل فقط نسخة 128 ننتقل الآن إلى البطارية هنا الجهاز يحمل بطارية ممتازة بسعة 5000 أمبير وصالة أعطتني أداء ممتاز ولم أجد مع أي مشاكل إذا الجهاز هنا يدعم تقنية الشان السرية بقدرة 18 واط وكذلك أشياء هنا موجودة لديك بداخل العلبة وهذا أمن ممتاز من شركة أمبينكس ننتقل الآن إلى الكاميرات طبعا أول ما سوف ترى شكل الكاميرات سوف تقول أن لديك 4 كاميرات من الخلف لكن فعلا لديك هنا فقط 3 كاميرات ويمكنك أعتبرها فقط كاميرا واحدة إنه لديك الكاميرا أساسية تأتي بضقة 50 ميجا بيكسل ما وفدها لسا ممتاز جدا F1.6 لديك الكاميرا الثانية فقط لها العزل ولديك الكاميرا الثالثة هي فقط لها الذكاء الاصطناعي ونعم الجهاز وللأسف لا يحمل كاميرا أولترا ويد أو كاميرا للزاوية العريضة ولذلك صارت أن أمر غير مقبول إطلاقا بهذا السعر وصارت أن هذا يعتبر عيب نوجود بالجهاز لأنه أغلب المنافسين الموجودين بنفس في هذا سعر الجهاز يحملون هذه الكاميرا أما إذا تحدثنا على جودة الكاميرا بالهوت 11 اس فصرحة أخذت منها صور جيدة مميزة بنسبة لأسعر وكم تشاهدون الصور معروضة أمامكم يمكنكم الحكم على الجودة الخاصة بها الصور لكن صرحة أرها صور جيدة مميزة طبعا ما دامت الإضاءة مرتفعة فصف تحصل على تفاصيل ألوان وديناميكانج ممتازين بنسبة لأسعر خصوصا التفاصيل هنا فعلا مميز جدا كنت تتوقع أن معالجة هواتف شركة الفينيكس ليست أفضل شيء لكن فعلا هي تطورت بشكل كبير بالهوتف الأخيرة أما إذا تحدثنا على الإضاءة من خفضة فصرحة سوف تحصل على صور جيدة مميزة وذلك بسبب أن لديك هناك فتحة عدسة كبيرة في 1.6 فعلا ما زالت لديك هناك تفاصيل محترمة جدا وكذلك النايز قليل مقارنة بالأجهزة الموجودة بنفس السعر ولديك أيضا جهاز يستطيع تصور فيديو إلى غاية 2K أو القوات HD وهذا أمر أيضا ممتاز بالنسبة لأسعر أما بالنسبة للكاميرا أمامية فتحة بضيقة 8 ميجا بيكسل ما فتحة 2.0 سوف توضيك صور مقبولة بالنسبة للسعر بكل تأكيد ليست الأفضل أيضا لديك هنا الفلاش الموجود بالأمام صراحة هذا أمر نادر جدا بالعواتف من الشركة الأخرى أما بالنسبة لتصور الفيديو فلديك أيضا 2K أو القوات HD وهذا أمر صراحة جدا خرافي بالنسبة لفاتسعر الجهاز فعموما هذه كانت كل مميزات وعيوب الهوت 11S من شركة انفينكس إذا كنت تسألوه الآن هل هذا الجهاز ستسعق الشراء أم هناك بداية الأفضل من شركة أخرى بهذا السعر صراحة هذا أرى من أفضل الإختيارات التي ممكن أن تقوم بشرائها بهذا السعر أفضل حتى من الردمي 10 وهو طبعا المنافس المباشر لهذا الجهاز فهنا سوف تحصل على تجربة صفتوير وكذلك استخدام أفضل من الردمي 10 صراحة شركة انفينكس اشتغلت على الصفتوير الخاص به وأصبح جدا ممتاز لديك هنا أيضا أداء ممتاز بالألعاب مع الهليو جي 88 صراحة هذا من أفضل الهواتف التي تلعب عليها بالنسبة لهذا السعر فصراحة هذا الجهاز سوف يعطيك قيمة ممتاز جدا مقابل السعر وسر الجهاز هنا كما قلت لديك نسختين نسخة الـ 64 تأتي بسعر 180 دولار ونسخة الـ 128 تأتي بسعر 109 دولار والسعر ممكن أن يختلف بشكل بسيط من بلد إلى بلد فعموما هذا كل مكان في هذا الفيديو وهذا كل مكان عن الهوت 11S كالعادة قولي لي كل أردكم أفكاركم في التعليقات وطبعا لا تنسى الاشتراك وانتقوم بتفعيل خاصية أجرس يصلك يشعر على كل الفيديوهات القادمة أول بأول وتنسى دعم الفيديو بزرع اللايك ليصل إليك بعد ذلك من الناس واركم في فيديو قادم سلام